الصف السادسة للتدائي الفصل الدراسي الثاني مساحة المثلث الدرس عشر ثلاثة مثال أوجد مساحة المثلث المثلث هنا متساوي الأضلاء كل ضلع ثلاثة سانتيم وهنا الارتفاع وهو يمتد من رأس المثلث إلى ضلع المثلث وهذا الضلع الذي يمتد عليه الارتفاع يسمى القاعدة مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع القاعدة هذه يجب حفظها وهي مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع يرمز بمساحة المثلث بالرمز مين تساوي نصف ضرب قاعدة قاف ضرب الارتفاع عين إذن مساحة المثلث مين تساوي نصف ضرب القاعدة وهي ثلاثة ثلاثة ضرب الارتفاع وهي اثنان اثنان مين تساوي واحد ضرب ثلاثة ضرب اثنان تساوي ستة ستة على اثنان تساوي ثلاثة سنتيمتر مربع لماذا مربع هنا؟ وستنين هذا المربع لماذا؟ لأنها مساحة بعدين المساحة تكون وحدتها تكون بالمربع مثال آخر إذا كانت مساحة المثلث 64.5 سنتيمتر مربع فما ارتفاعه؟ هنا المعطى مساحة المثلث والمطلوب هنا ماذا؟ ارتفاعه الارتفاع هو المطلوب ومعطى ايضا هنا ماذا؟ القاعدة هذه قاعدة المثلث وهذا هو الارتفاع لانتد من رأس المثلث الى احدى اطلاع المثلث هذا هو يسمى القاعدة وهذا يسمى الارتفاع إذا نعود بقاعدة مساحة المثلث مين تساوي نصف ضرب قاف ضرب عين مساحة المثلث هنا 64.5 نكتب مكان المساحة المثلث 64.5 تساوي نصف ضرب قاعدة هي عشرة ضرب الارتفاع وهي عين هذا هو المطلوب الارتفاع إذا 64.5 تساوي واحد ضرب عشرة على اثنان عين هنا اربعة ستون ونصف تساوي خمسة عشرة هنا واحد ضرب عشرة بعشرة عشرة على اثنان تساوي الخمسة عين هنا خمسة عين اربعة ستون ونصف إذا نقسم طرفي المعادلة على معامل العين وهي الخمسة هنا على خمسة وهنا على خمسة تساوي عين خمسة على خمسة 64.5 على خمسة الخمسة تروح مع الخمسة تساوي عين عين تساوي 64.5 على خمسة 64.5 قسمة خمسة تساوي اثنان عشر وتسعة من عشرة سانتي متر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة